المتحدثة باسم الخارجية الصينية النهاردة كتبت تدوينة ماقدرش بقى خلاص اقول تغريد تدوينة على موقع اكس ماقدرش اقول تغريد دي لي عشان ما بقاش اسمه تويتر فما بقاش تويت المهم كتب تدوينة على موقع اكس عن الحرب الاسرائيلية على غزة عن هذا الهجوم الوحشي نحن بنتكلم النهاردة في 26 يوم طيب قالت ايه قالت انه لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا كم عدد الارواح والاطفال والمدنيين سيكون كافيا لايقاف ذلك اذا ضاع الحد الادنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي سيغيب الخط الاحمر الاخلاقي وذلك يعني الانحضار الى الهوية دي المتحدثة باسم الخارجية الصينية كتبت ذلك صراحة وعلانية رائع جميل كويس انا كمواطن عربي انا كانسان زي اكتر من سبع مليار انسان هسأل ايوه كويس جميل رائع حلو ها وبعدين عارف ان الموقف الصيني جيد وعارف ان الموقف الصيني مش عايز اللي بيحصل ده ومش عايز هذه الوحشية كويس وبعدين ايه الضغوط اللي نقدر نمارسها كمجموعة من الدول مية وعشرين دولة مية وعشرين دولة يا جدعي يعني اغلبية العالم اغلبية العالم بتقول وقفوا ضرب نار على القطاع معقول مية وعشرين دولة مش عارفين يضغطوا على اربع خمس ست عشر دول معقول مية وعشرين دولة مش عارفين يوقفوا اسرائيل عند حدها انا ما بفهمش يعني الامريكاي لما تكون الحاجة مش عاجباهم يعلنوا على طول مجموعة وحزمة طويلة من قرارات اسمها العقوبات الاقتصادية اه فايه هديك تقول لي يوسف وانت عاوز امريكا تواقع عقوبات اقتصادية على اسرائيل اقولك هو ده في الحلم هو مش هيحصل بس في النهاية هي مواقف كاشفة فانت هنا بالتأكيد لازم تبقى وشايف ومتيقن من انه الحل الحقيقي مش عند الامريكان الحل الحقيقي من الضغوط ممارسة الضغوط طيب احنا هنروح نستنجد ببلاد برا انا اتعلمت حاجة لطيفة جدا من ابوي الله يرحمه قال لي ما نعودش الطول الوقت مستنين الغرب يتحرك لانه مش بالضرورة يتحرك وفي الغالب مش هيتحرك السؤال بقى احنا احنا المنطقة العربية اللي مفترض جدلا جدلا ان كلها مهمومة بدا ان كلها متألمة من ده ان كلها يجب ان تكون مدافعا حقيقيا رئيسيا عن حق الشعب الفلسطيني في ارضه نعرف نمارس ضغوط اولا لا لا تستنى اقولك عندنا قدرة لممارسة الضغوط اولا لا عندنا طب نعرف قول لانتا بقى